عامل يا هيمو زي الفقول لك تحب نبدأ منين؟ عشان أنا عايز وقتي بقى ماشي كويس اوي نبدأ من فكرة الهوية المختلفة جدا للفريق دوان والمدرب بتاعهم حاجة مختلفة ما بقيتش موجودة دلوقتي ايبا هو المدير الفني البرازيلي فرناندو دينيز هو مدرب مقتنع ان كرة القدم اللي موجودة حاليا في أوروبا اللي هي جوارديولا وكلوب وأنشروت المدربين اللي احنا شايفينهم ان الرجلة دي بقى وسط الكرة الله وقب ليه بقى انتو عاملين كأنكو مسكين درعاب بلاستيشن وكل لعب ليه مربع وليه مهام معينة ما يتخطهاش فبقى ان فكرة الابداع عند اللعيبة قلت لدرجة مرعبة بقى اللعيبة عبارة عن روبوتس في أرضية الملعب فما بياناش نشوف اللعيبة بالفنيات القديمة والحاجات اللي هي بلغة كرة الشارع كده التشميسة والكبري والحاجات دي حنبناش شايفين فهو ده عايزي راجع على الكصة دي هو قال لا الكرة اللي انا عايزة ان يبقى فيه فنيات والعيبة عندها حرية والعيبة تبقى داخل أرضية الملعب بيتحركوا براحتهم هو الأقرب او بيسموه في الاعلام البرازيلي او في الاعلام العالمي يعني ان هو عايزي راجع كرة الشوارع البرازيلية تاني وان هو قائد الثورة اللي ترجع اللعب البرازيلي ولعب الصنبا بتاع التسعينات والثمانينات واللعب اللي هو يسمى شوية العشوائية المنظمة هو متجه للفكرة دي فكرة العشوائية المنظمة للفكرة تبولك شوية حالاتها واحدة احنا لما نيجي نبص هنا ده اول حاجة كده بص كامل عيب يا كريم في مساحة يعني مربع لا يتخطى العشرة متر في عشرة متر هنلاقي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة صح في حتة قد كده من الملعب هو الارتجالية بتاعته هو عايز الفريبة كده وينجي مين هتدخل لحد الوينجي الشمال عشان نعمل المربع ده ونخترك الفريق لما نمشي الصورة هنلاقي ده بيتكرر بشكل متتالي يعني بص هنا كامل عيب يا كده واحد اتنين ثلاثة كنت قالت حاجة قبل كده بيقول فيها انه هو فلسفته انه الكرة تهاجم المساحة مش اللعب يهاجم المساحة ده بكون اسمها على ايه اللعب يهاجم المساحة الكرة هي اللي تهاجم المساحة يدميها في مساحة وكده هي ظلها لعيب كلهم سبع لعيبة واقفين فالفرقة التانية هتحس انهم مش عارفين احنا ناقي يعني احنا نضغط عليهم ونسيب المساحة اللي ورانا دي كلها فاضية ولا لا ما تلايش ولا لعيب من فلومننزي بيفكر يروح في المساحة الفاضية لا ام كلهم الجمعين هنا عشان يبدأوا يختاروا معنا صورة بعدها تاني هنا لعيب فاضي في المساحة دي النقطة اللي انتكلمت فيها يا كريم ان المفروض الطبيعي اللعيب وقف في المساحة فهنودي له الكرة عشان هو وقف في المساحة فلا هو ما بصلوش الكرة عمل ايه بقى بعدها الصورة اللي بعدها بصاها للتلات لعابة اللي واقفين جنب بعض ده في عمك الملعب واللعاب اللي هناك ده لا انت مش معنا احنا عايزين الكرة في الزحمة اللي معنا انا عايز اجمع كله هنا وجمع المنافس هنا وبعد كده هتديك بقى في الآخر بالزبط كل الكلام ده كله بينتج عنه ايه ان احنا بنلاقي ان في لومنينزي لما نقارن المراوغات بتاعت في لومنينزي ما عنديها زي منشستر سيتي وما عنديها زي ليفربول هنلاقي في لومنينزي لعابته بتعمل 13 مراوغة صحيحة في المباراة الوحدة في حين ان منشستر سيتي على سبيل المثال بيعمل 9.5 مراوغة في المباراة الوحدة وليفربول بيعمل 8.5 مراوغة في المباراة الوحدة فهو مراوغاته اكتر من منشستر سيتي وليفربول هي دي الارتجالية اللي هو عايزه هو مدرب مرتجل جدا هو مدرب عايز اللعب الممتع اللعب العشوائية المنظمة زي ما بنقول ان كلنا هنشترك في ده زي ما بنقول هنا 13 تسعة ونص تمانية فرق كبير جدا جدا في المراوغات في المباراة الوحدة لصالح في لومنينزي لان هو بيعتمد اعتماد كله على إبداعية اللعيبة على مهارية اللعيبة فبالتاني بيديهم المسيح حالده بس عشان برضو نبقى منطقيين المعدل ده المنافسات بتاعت في لومنينزي غير المنافسات بتاعت مانشستر سيتي وليفربول بيجي نقارنها جورديولا كان بيطلع في كل مرة ينتقد لعب مثلا زي رياض ميحرز وقت وجوده في مانشستر سيتي انه بيبالغ في المراوغة صح هو ما بيحبش هو كمدرب انا مش عايزك تعمل ده انت مش مطلوب منك تعمل ده انت مطلوب منك مهام معينة تعمله ما تروغش الا في قديق الحدود يورجن كلوب انت مطلوب منك ضغط شارس جدا جدا في مربعات معينة ما تتركش المربعات ده هو مش عايز ده صح هو عايز انا مديك انت الحرية فانت اللعيب انت المتحكم في المطلوب مش انا المتحكم فيه بالدراع طيب